هذا الحوار كان قد أثبت نفسه بأنه آلية فعالة لتبادل الأراء حول القضايا الإقليمية والدولية وللتعاون الإنساني بين بلداننا وأعول على أن هذه الجلسة سوف تعطي دفعة إضافية لتعزيز التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون وإن خطتنا متعددة الجوانب تستمر وهذا يؤكده نمو الديناميكي لتواصل على المستويات الرفيعة وهو ما يعطينا أيضا الحوار الوثيق بين الرئيس بوتين ورؤساء وقادة دول الخليج ونحن التعاون الوثيق معكم يلعب دورا هاما في تعزيز التعاون بين وزارات الخارجية والحوار المثمر ضمن الجولة الخامسة في الرياض في واحد من يونيو من عام الفين واثنين وعشرين وكذلك زيارات إلى البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة وبلا شك فإن المحادثات كانت هامة خلال زياراتكم إلى روسيا واللقاءات في الفعاليات المختلفة في دول أخرى وكذلك التعاون الذي جرى عبر لقاءاته في نيويورك وروسيا وعبر التعاون مع دول مجلس التعاون هناك الأهليات المطلوبة لحل المسائل والمهام التي تضعه أمامها وللانتقال إلى الأساس الممنهج ووفقا للعمل مع هذه الدول فإن دوائر الأعمال تعمل لتوسيع التعاون في المجال الاقتصادي ولا شك فإن الوضع السياسي الصعب يؤثر على ديناميكية التعاون التجاري ومرغم ذلك لقد ازداد التعاون التجاري في العام الماضي بنسبة عشرين بالمائة ووصل أكثر من 11 مليار دولار وبالطبع فإن التجارة ليست متساوة مع جميع الدول الحاضرة هنا ولكن لدينا إمكانيات كبيرة في العلاقات الثنائية الاقتصادية وضمن هذه الجلسة اليوم سوف نتحدث بتفصيل عن هذا الموضوع وأعول على أنه خلال الجلسة العامة سوف نناقش لضمي جميع التحديات التي توجهنا بما في ذلك للمنطقة الخليج الاستراتيجية الهامة وأيضا عملية نظام الأمن الجماعي لمواجهة التحديات والمخاطر وكذلك سوف نلتقي مع وسائل الإعلام الذين نرحب بهم أيضا هنا وخلال الخروج إلى وسائل الإعلام فأدعو زميلي من دولة عمان وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومن ثم تبادل الآراء ضمن مأدبة الغداء وسيكون هناك من نتيجة الإعلان الختامي للعمل المشترك وللاتفاق على خطط العمل المشترك وأيضا أود أن أرحب أيضا بوزير خارجية عمان وأيضا سوف أنقل الكلمة بعد ذلك إلى الأمين العام لمجلس التعاون أشكر لكم اهتمامكم فليتفضلوا معادي سيرجي لابروف وزير خارجية روسيا الاتحادية أصحاب السمو والمعاني والسعادة المزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معادي الأخ الأمين العام لمجلس التعاون الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود في البداية معادي الوزير أن نشكركم على كلمتكم الافتتاحية والترحيبية والإعراب عن سعادتنا بوجودنا في موسكو هذا اليوم ويخالجنا الأمل بأن يساهم هذا الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في تعميق التفاهم بيننا حول العديد من الاهتمامات المشتركة وفي تعزيز علاقات التعاون بيننا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وقضايا المناخ والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك إن دول مجلس التعاون تقدر عاليا مواقف وجهود الحكومة الروسية إزاء القضية الفلسطينية ونحن بدورنا نود في هذا المقام التأكيد على مركزية هذه القضية والضرورة الاستراتيجية لحلها وإنهاء واحدة من أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة ولا شك أننا نود أن نعرب أن الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم ومتلكاتهم وموجودهم على أرضهم هو شيء وأمر مدان للغاية ونؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لهذه القضية وإيجاد أفق حقيقي وفعال للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا لقواعد الشرعية الدولية ومرجعياتها المتمثلة في القانون الدولي وفي قرارات مجلس الأمدات الصلة بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا بحدود عام 1967 كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية إننا نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة ونعرف عن بالقلقنا من تداعيات الأزمة إنسانيا وأمنيا ونؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني والمحافظة على مؤسسات الدولة والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين ونود هنا أيضا أن نجدد التأكيد على ضرورة تحقيق أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يمني شامل للأزمة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفي هذا السياق فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ولتطلعات الشعب اليمني الشقيق في إحلال السلام والمصالحة بين كافة ربوع البلاد تحقيقا للأمن والاستقرار الكفيلين بإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنوية إن للصراع المتصل بأوكرانيا تداعيات على الأمن والسلم الدوليين إننا نؤمن بأهمية التوجه نحو حل سلمي لهذا الصراع ونؤكد على أهمية تحكيم لغة الحوار ومعايير القانون الدولي وحل النزاع بين جميع الأطراف بالوسائل السلمية وعلى أساس احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول واستقلالها كما أننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية منتزمون بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة والسلام بل توسيع جميع الجسور الدبلوماسية وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية حتى يتحقق السلام ويعم الأمن والاستقرار والرخاء تلبية لآمال وطموحات الشعبين وسائر شعوب المنطقة أصحاب السمو والمعاني والسعادة الحضور الكرام نلتقي في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي ومع ذلك فإن هناك العديد من الفرص والتطورات الإيجابية التي يجب أن لا نغفلها وأن نعمل على تنميتها وعلى دعمها فمن الأمثلة الإيجابية الجيدة على ذلك هو ما تشهده منطقتنا في الخليج التي استضافت بنيجاح أكسبو دبي وكأس العالم في قطر وسباقات الفورمولا في المملكة العربية السعودية وغيرها من الفعاليات العالمية المهمة كما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي في شهر نوبمبر القادم وكذلك تستعد دولة قطر لاستضافة كأس آسيا في يناير 2024 إن كل هذه الفعاليات إنما تعكس انفتاح دول مجلس التعاون على الشراكة والتعاون مع العالم وتبرهن على جاذبية منطقتنا الآمنة المستقرة للاستثمار والسياحة وممارسة الأعمال التجارية والترفيهية والرياضية والثقافية وغيرها وكما تعلمون أصحاب السمو والمعالي والسعادة شهدت منطقتنا أيضا تطورات أخرى مهمة تمثلت في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إن إيران هي من الدول المجاورة لجميع دول مجلس التعاون وقد تعايشنا وعملنا جنبا إلى جنب مع الشعب الإيراني عبر الحقب التاريخي المتعاقب نعم قد تعيق الإختلافات السياسية القصيرة المدى قدرتنا على العمل معا ولكن كما أظهر الاتفاق الأخير بإمكاننا تجاوز العوائق واستعادة المسار الذي يساعد على ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والتعايش السلمي الدائم إننا نأمل أن تعزز مثل هذه التطورات الإيجابية من قدرتنا على مواصلة بناء أسس التعاون الإقليمي الشامل التي تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة نحن ندرك أن لروسيا مصالح حيوية في منطقتنا وفي تطوير واستخدام المرافق اللوجستية التي تعزز من التواصل التجاري والاقتصادي معنا وعبرنا وصولا إلى آسيا وأفريقيا وإذ نرحب بالتشارك مع روسيا الاتحادية في ذلك فإننا نأمل أن تؤدي هذه المصالح وهذه الشراكة إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا إن التطورات السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج ترتكز على احترامنا الثابت لسيادة الدول وسيادة القانون مع تمني قيم حسن الجوار والحوار الإيجابي البناء والانفتاح على الشراكة وتحقيق الكسب المشترك وجميع تلك المرتكزات هي بلا شك من العوامل الرئيسية والضرورية لمواصلة النمو الاقتصادي والازدهار للجميع أصحاب السمو والمعالي والسعادة في الختام لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية الروسية وإلى الأمان العام لمجلس التعاون على جهودهما للتحضير الجيد لهذا الاجتماع والإعراب عن فائق الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية الصديقة على حفاوة الاستقبال والضيافة وأرجو لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح بما يحقق سعادة ورفاهية الشعوب في عالم اليوم شكرا معي الوزير شكرا سكرتور جينيو زيكي رضي الأمين العام فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى حكومة روسيا الاتحادية الصديقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء وإلى معالي الصديق سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا على الاحتمام الخاص والعناية المميزة التي أولاناياها خلال هذه الفعالية وهو الأمر الذي يعكس طيب وصدق مشاعر أصدقائنا في روسيا تجاه دول مجلس التعاون أن ما يربط الجانبين الخليجي والروسي من أواصر تاريخية وعلاقات متينة هو نتاج جهود عديدة بذلها الجانبان لضمان تحقيق هذا الهدف لا سيما وأن اجتماعنا هذا الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون للدول الخليجية العربية وروسيا الاتحادية يأتي ضمن التوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفوهم الله ورعاهم ويهدف لاستكمال هذه الجهود المفذولة من قبل الطرفين لتعزيز وتقوية أواصر العلاقات والتعاون بينهما بما يصب بمصلحة الجانبين ويحقق الأهداف المشتركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة لا شك أن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يلتهب به العالم بصراعات وأزمات تؤثر بشكل كبير على حالة الأمن والسلام والاستقرار وأن دول مجلس التعاون تسعى دائما لتسوية النزاعات والخلافات من خلال الحوار والنقاش والوسائل الدبلوماسية متسلحة بما تحظى به من مصداقية عالمية عالية كما تؤكد دول مجلس التعاون على احترامها لسيادة الغانون ولغة الحوار واللجوء إلى اتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية التي تكفل الاستقرار وتحقق الأمن والسلم أصحاب السمو والمعالي والسعادة أن أكبر دلالة على تميز العلاقات الخليجية الروسية هو توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي من نوفمبر من عام 2021 واستمرارها إلى اليوم لهو برهان على أن العلاقات الخليجية الروسية تعد علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة مستقبلية وضعت لتعزيز وتقوية العلاقات بين دول المجلس وروسيا الاتحادية بما يحقق الأهداف المرجوة منها أصحاب السمو والمعالي والسعادة اليوم لا نتحدث عن جوانب معينة من التعاون في اجتماعنا هذا فجميع أوجه التعاون مهمة للارتقاء بالعلاقات وتغطية جميع الجوانب بما فيها التعاون التجاري الاقتصادي الأمني الأسكري الطاقة والحوار السياسي فإن هناك ثمت جوانب أخرى ما نأمل أن نستثمر فيها ونكثف التعاون المشترك من خلالها كالتعاون الأكاديمي ونقل الخبرات في العديد من المجالات والتعاون الثقافي والتواصل والتعرف على الثقافات بين شعوب دول المجلس وروسيا فهذا الجانب سيسهم في تسهيل جوانب التعاون الأخرى ويأسرني أن أشيد في مجال العمل المشترك بين دول المجلس وروسيا الاتحادية بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية كما أود أن أصلده بضوء على أهمية استمرار آلية هذا التعاون لما له من فوائد ملموسة وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي أصحاب السمو والمعالي والسعادة لا شك بأن تأثير الأزمة بين روسيا وأكرانيا قد ألغى بظلاله وتأثيراته على العالم أجمع ومنذ بداية الأزمة كانت دول مجلس التعاون من الدول المبادرة للتوسط وتقريب وجهات النظر بين الجانبين من خلال اتصالات وزيارات واجتماعات قام بها كبار المسؤولين بدول المجلس مع الطرفين إيمانا من دول المجلس بأن حالة الأمن والسلم في أي منطقة بالعالم تؤثر سلبا أو إيجابا على حالة الأمن والسلام بالعالم بمختلف جوانبه ولعله من المجدي أن ألخص هنا مواقف دول مجلس التعاون من هذه الأزمة وعلى النحو التالي أن موقف دول مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأكرانية ينسجب مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أن دول مجلس التعاون تشارك وتدعم كافة جهود الوساطة لحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاء من خلال المفاوضات أن الجانب الإنساني في نظرنا بالغ الأهمية من هذه الأزمة بما في ذلك المساعدات الإنسانية للمتضررين تتطلع دول مجلس التعاون إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي لدول العالم وبالأخص الدول النامية ومن هنا نرى كيف تأثير الأمن الغذائي بالعالم أجمع بعد توقف تصدير الحبوب في بداية الأزمة ونشكر هنا أصدقائنا في روسيا الاتحادية على تجاوبها في اتفاق تصدير الحبوب الذي أسهم في تخفيف ارتفاع أسعاره متمنيا أن يتم استمرار هذه الاتفاقية للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وفي الختام فإنني وبكل فخر المواطن الخليجي بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وطنية وإنجازات خليجية مشتركة فإن دول المجلس التعاون تتقدم بيد التعاون والشراكة إلى أصدقائنا في روسيا وأدعوهم إلى استكمال العمل على تحقيق أهداف التعاون المشترك بيننا لما فيه خير وصلاح الشعوب الخليجية والشعب الروسي الصديق وفي أجواء مدية تسودها روح الأحترام المتبادل المشترك احترام الغوانيين والنوم الدولية متمنيا أن يحقق اجتماعنا هذا النتائج المرجوة منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة